إيه اللي النهاردة عاجبك وإيه اللي ما عاجبك شاته النهاردةة في الأهل؟ يعني كم الفرص اللي جات على الأهل كتير هو هي الأهل يعمدا فإن أهل بقالها مشكلة مشكلة بقالها فترة إن كورة في السابتة بقت خطرة علاك جدا يعني أنت بت أي كورة سابتة بقى تجميل لوها تحض ده لقلبها مهم إединها، وإنأنت م قد إزمالك كورة سابتة يعني ما يعتبر رامب التماس سدخل في الجون مات إمбы سدخل في الجون النهاردة كم كرة مصطفى شوبير النهاردة كان موفق جدا مصطفى شوبير كم كرة شهيرة من السيكس سياردة فدي برضو دي كاب مشكلة جديه ما عجبتنيش خاص النهاردة الاهلي انت في الملعب ده لازم تقف صح لازم تمسك النص صح لان الفرق دي بتلعب على الحاجات دي فرق مازين بي نهاردة تعمل ايه بتلعب كرة توجيه وتلعب على كرة التانية والكرة السابقة كل القطورة النهاردة من الكرة السابقة عايز لك تحديدا على اتنين لعيبة في الاهلي محمد عبد المنعم ورامي ربيع رأيك في يومي مستوى بشكل عام ومستوى النهار بص رامي ومحمد عبد المنعم لعيبة كويسة بس هو الفترة دي يعني مش موفقين وانا انا حاسس ان هم كيميتهم مش ماشية مع بعض انت ممكن تلعب في الودين جمى بعض الاتنين ملهمش لعب بعض واحد بيجري واحد محطة لكن السير دي باكين بالذات لازم يكونوا فهمين بعض انا حاسس ان هم مش متفهمين مع بعض يعني لازم يقعدوا مع بعض اكتر من كده لان الفترة الاخيرة الاخطاء كتير بس بالمناسبة هم النهاردة في التقييم هتقولنا يا شباب التقييم بتاع لعيب النادي الالف في المباراة اعلى اتنين لعيبة رامي ربيع رقم واحد وبعدين محمد عبد المنعم كويسين النهاردة انا بكلم الفترة اللي فاتت اه يعني انا بكلم عمري ما يقايم لعيب اه بس يعني مثلا رامي ربيع تقييمه 7.3 رامي محمد عبد المنعم 7 اهو بسخط الدفاع يعني رامي اعلى واحد في اللعيبة كلها طبيعي جدا ان انت فرقة ضغط عليك الضغط ده كله لازم الجون يعني هتلاقي مصطفى شبير مصطفى 7.2 اهو زي يعني انا شايف مصطفى اعلى من رامي لا رامي 7.3 مصطفى 7.2 يعني افهود مصطفى قصد اعلى من رامي مفهود ياخد اعلى من رامي لان مصطفى النهاردة كل المواقف اللي جاتلو اتعامل معاه كويس جدا خصوصا انها مواقف صعبة جدا اه